اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور هالا زايد وزيرة الصحة والسكان وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بمبادرة انهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحارية من المواطنين وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية حاليا في محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وقد وجه السيد الرئيس بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب الفنية والبشرية والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية كما أوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استهرد خلال الاجتماع موقف ما تم إنجازه بلجان الطعن الضريبي في إطار عمل الوزارة لتحصيل الدرائب المتنازع عليها مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تحصيل ما بمقدار مئة مليار جنيه لصالح خزانة الدولة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيد اللواء ياسر كمال أبو مندور مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مقدمتها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وميكانة الوزرات والجهات الحكومية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية